موسيقى وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكرى لرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بمتابعة الحالة الصحية للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس السابق باعتباره قامة صحفية كبيرة وأحد الرموز الوطنية المساندة للدولة المصرية والمدافعة عن قضاياها كما تقدم المجلس بالشكر أيضا لوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي على سرعة الاستجابة وتخصيص إسعاف طائر لنقله من مستشفى العالمين إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة إثر تعرضه لوعكة صحية وإصابته بجلطة في المخ أعلنت وزيرة الصحة إصابة 17 شخصا في حريق خط شقير مسترد الخام على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بدورها تابعت وزيرة الصحة حالة المصابين الصحية ووجهت بتوفير كافة سبل رعاية الطبية اللازمة فيما كشفت أن الحريقة نشب في خط شقير مسترد الخام في أول طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة نتيجة عن تزاحم السيارات بالطريقة ما أدى إلى اشتعال الخام المتسرب مؤكدة أن سيارات إدفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة والحماية المدنية نجحت في السيطرة على الحريقة أعلنت وزارة الصحة خروج 569 متعافية من فيروس كورونا من المستشفيات فيما تم تسجيل 929 حالة جديدة و73 حالة وفاها ليبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى أمس 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها وأربعة ألاف وثمانية حالة وفاها أمر رئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتع بها هونج كونج في التجارة مع الولايات المتحدة لفتا خلال متمر صحفي بأنه وقع قانونا أقره الكونجرس يجيز فرض عقوبات على مصارف صينية على خلفية قانون الأمن القومية الذي فرضته بكين على المدينة وأقل ترامب أن هونج كونج ستعامل من الآن فصاعدا مثل ما تعامل الصين القارية بدون امتيازات خاصة مشددا على أن مواطني هونج كونج انتزعت حريتهم وانتزعت حقوقهم بسبب القانون الصينية بدورها هددت الصين بفرض عقوبات على الولايات المتحدة ردا على مصادقة الرئيس الأمريكي على قانون فرض العقوبات وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنه بغيت الحفاظ على مصالحها المشروعة فإن الصين ستقوم بالرد اللازم وستفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأمريكية المعنية موضحة أن بكين تدين بشدة القانون الأمريكي وتعتبره تدخلا سافرا في شؤون هونج كونج وفي الشؤون الداخلية الصينية وصيب عشرات للأشخاص بجروح بينهم أربعة إصابتهم خطيرة إثر استضام قطار لنقل الركاب بآخر لنقل البضائع كان متوقفا قرب العاصمة التشيكية برغب حسب ما أعلنت فرق الإنقاذ حيث قالت النتقة باسم خدمات الطوارئ الإقليمية إن إخلاء الجرح استدعى يرسل طائرته ليكوبتر إلى موقع الحادث موضحة أنه تم معالجة 29 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة الختام بأخبار الرياضة حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مصابقة دوري كرة القدم القسم الثاني للموسم الجاري من يوم العشرين سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المصابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا ومن المقرر أسمح للأندية المشاركة في المصابقة بالتدريبات بعد إجازة عيد الأطحى المبارك وذلك بعد إجراء المسحات الطبية لجميع الفرق المشاركة التي سيقوم بها الاتحاد واعتبار من الرابع من أغسطس المقبل وفق جدول سيتم إعلام الأندية المعنية به اختم الموجز وعود عليك يا أحمد لبدء وباقي فقرات صباح الورد شكرا جزميل العزيز محمد موجز طبعا رائعك على عادة ويمكن فعلا الرياضة هترجع إن شاء الله وكل حاجة هترجع عندنا نهار تحزيرات مهمة جدا كمان من وزارة الصحة عشان الحياة ترجع لطبعتها ولكن في ظل إجراءات احترازية وفي ظل التباعد اللي هننوه عليه أكتر من مرة مرة واثنين وثلاثة وآلف إن شاء الله هنروح مع حضراتكم دلوقتي انصارت فقراتنا ونرجع نبدأ حلقتنا حالة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرة ثانية وخلا نبدأ أخبرنا معاكم بتصريح مهم أكدته الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن العمالة غير المنتظمة والتي تقدمت للحصول على منحة الدعم اللي تم الإعلان عنها بسبب تضررهم من أزمة كورونا الدكتورة هالة أكدت ان تقدم ما يقرب من 4 مليون ونصف عامل علشان يحصلوا على المسندة المقدرة ب500 جنيه لمدة 3 شهور وتم طبعا مراجعتهم وبلغ عدد المستحقين نحو 2 مليون و600 ألف عامل طبعا ده رقم كبير جدا 2 مليون و600 ألف في 500 جنيه حوالي مليار و300 مليون حسبت صح يعني الدولة قررت انها توقف جنب العمالة غير المنتظمة وتساعدهم في ظل أزمة كورونا وده بيدول طبعا على سعي الدولة الدائم لمسندة المستحقين للدعم ده غير طبعا المزالات الاجتماعية وكل برامج الحماية الاجتماعية اللي عملتها الدولة وسعت لها وزارة التضامن لمساعدة ملايين الأسر الصراحة في مبادرة حياة كريمة وعدد من المبادرات المحترمة اللي قدمتها الدولة السنين اللي فاتت نتذكر منها تكافل وقرامة وكتير من برامج الحماية الاجتماعية اللي اشتغلت عليها الدولة الفترة اللي فاتت عشان تخلي الإنسان يعيش حياة أحسن وحياة فيها حياة كريمة بإمكانيات إنسانية وآدمية الفترة اللي جاية ده طبعا من نوفمبر 2016 لو تذكروا مع الجراءات الاقتصادية الجديدة كان بالتوازي معها في مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية لكل أهلين وبنشوفها طبعا بقى سواء في سكن كريم أو في مدرسة كريمة أو في أندية زي الفتحات اللي شفناها الأخيرة في حي الأصمرات فمجهود محترم جدا من الدولة الفترة اللي فاتت للوقوف جنب كل فئات الدولة وأخيرا العمالة الغير منتظمة نروح لخبر تاني وتحذير مهم من وزارة الصحة المصرية اللي حذرت بشكل واضح من الاجتماعات بشكل وجها لوجه يعني كل الاجتماعات اللي بتتم وجها لوجه دي حذرت منها جدا وقالت دي بتساعد على انشار فيروس كورونا مرة تانية وقالت من خلال الفترة الحالية أول أرقام بتقل ولكن كل الاجتماعات اللي مفروض تتم تم من خلال الوسائل الإلكترونية عشان يكون في حماية كاملة للعاملين ووزارة الصحة كمان أكدت إن لازم يكون في حماية من الفيروس لإن لسه الفيروس موجود وبنبهت على الجميع إن لازم يتعاملوا بحرص ولازم يلقوا بأنفسهم ولا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة ويقللوا من الاحتكاك المباشر ده على قدر الإمكان في حياتنا اليومية عمتا حتى في تعاملك وإنت داخل تجيب أي حاجة بتشتري حاجة مش بس في الاجتماعات لازم يتحافظ على التباعد على قد ما تقدر وزي ما قلنا في بداية الحلقة إحنا هنقعد ننوه مع حضراتكم مرة واثنين وتلاتة نذكر أنفسنا ونذكر حضراتكم طول الوقت بالإجراءات الاحترازية اللازم الحفاظ عليها الفترة اللي جاية يعني وزارة الصحة صراحة عاملة مجهود محترم الفترة الفاتت في مجموعة من التحذيرات الإيجابية اللازم ناخد بالنا منها ولازم نشتغل عليها عشان نقل عدوى الحمد لله الأعداد بتقل وفق الإحصائيات اللي بتطلحها كل يوم وزارة الصحة الأعداد بتقل ولكن كل ما ناخد بالنا أكتر إن شاء الله بإذن الله يا ربنا هيسلم على الجميع خلينا ونحن نشوف مع بعض الآن أبرز الأحداث والفعاليات اللي هاتم النهاردة في ناس ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قصة جميلة جدا لست مصرية مثالية نموذج بجد للجد والاجتهاد والصبر الستة كريمة اللي بتسوق عربية ربع نقل تتحرك بيها في الشوارع أو تتنقل في الأسواق المختلفة عشان تبيع البهارات والتوابل عشان تكسب قوت يومها طبعا اللي بيتصرف على بنتها الوحيدة صاحبة القدرات الخاصة يعني حاجة بتشرر في الصراحة كل المصريين وتؤكد ان الستة المصرية بمئة راجل ومنها ما بتقفش قدام أي عواقق ممكن يبقى بنتها مريضة بنتها من زول الاحتياجات الخاصة أو زول الإمكانات الخاصة اللي دايما بحب أسميهم كده ولكن هي كفحت ونزلت وسائت وتعامل في كل أسواق وبالسوق تقرير مهم جدا هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي عاملو الزميل العزيز محمود فوزي اللي صراحة بيبدع دايما في تقريره خلينا نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية جازة توفى من خمشها السنة فجيت عايزة أكلها عايزة أكل منتواني معي عيلة معاقة فمش عايزة أميد دي الحد قد وكلت علىهم طالع للسواء جبت شوات بغارات في الفلسمر وكمون وإعطارة فبقات ألف الإسواق على دماغ كده شايل على دماغي ألف أما ربنا كرمني وجمعتي إرشان فشفت عرباء زادي كده مع جماعة في السوم عان فقلتوا أنا عز واحد زاديات لمعطش لايحمش قالوا لي ماش نجيبها لي وانتنا ما ممعاش يا فرسة اللي هادي كده قال طبعا نكمل لك أنا فكملولي وجبه هالي وبقت أجيب علي وليف الإسواق وبشتغل من نار مجوز من قالوا خمر شهر سنة ومعالي عيل أمعاقة زينية بيقلسوا عليهم أنا ماشي بالعربية وناس بتقول لي ربنا يعينك يا حجة ربنا يوفيك وناس بقالي هم الشباب اللي بقلسهم أنا ناس الكبارة زحلتي ما قدريني الموقف اللي أنا في إله إن هم أكبار فهمين أبنت أنا كنت بروح لسواء بس حسن الفجر سهل الفجر وامشي فعيل من البلد السعد عليها وأنا مش موجودة في البيت وهي زي الطفل الزغار مش حالف حاجة أدعيك عليها فدي موقف بها مش قادر أنسها وخليفت عيل وأنا شكيت الودي وأداته المحكمة ويقول مش هني والبت والله هو الموم اتحكم على بعشر سنين وربنا أجلش حاجة وحشة جاب لعيل حلو وأنا مارش ألأمان جابت لأبن بقى أخوها وقف جاب لعيل زوية وقف كاتب باسمه وما سبتش اللي بكاتب الوالو عيش أنا وبنتي ونسجل أنا حمايدي مسليين وعندين معي حتى منقل مع بعض وهم بطبخوا لي عشي مش قادر أفعل بيتو جاز وروحوا لأوله أنا بخلي بالهم بأيان ولما حصل ما أقف لبنتي بقى يخافوا تاني ويقفوا جنبها ولو حد ندع على البيت يطلعوا يشوفوا مين وهم الوات صغير مش عارف حاجة برضو وخايفين عليه ونية عزاب الرئيس حبيبنا السيسي حاجة عفتاح السيسي حبيبي نفسه من عين كده قابله واشوفه ونفسه أشوفه أتكلم معاه ونهار ما كنا والله بننتخب وأنا اللي كنت بننتخب ومبزيفة بعربيتي ولزق صور عليها وبقت الناس مليا وراء واتزغرت ورجل وفيرا يروس عكب بطاق مكسر الإزاز الكلام ده يا من الانتخابات وأيو بندعيله وربنا يخلنا ماس خلنا السيسي وخلوهن عملنا حاجات حلوة عملنا طرق جميلة كما يقال في المأثور الفعل أصدق من ألف كلمة الحجة كريمة التي ضربت بأفعالها المثل ومحت بكفاحها آلاف الأعذار لكل كسول متواكل كان شعارها بل دستورها سعي وعمل وكفاح محمود فوزي صباح الورد تين تيفي ايه الجمال ده يعني سيدة الكريمة انت بتعيطي ينفروحنا اللي نعيط على فكرة ان احنا ما عندناش الإرادة والقوة بتاعتك والكفاح ده تعرض لكل أنواع الظلم الحياتي عمتا سواء في منتهى في جريمة الاختصاب ولا سواء في ظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها او ظروفها الحياتية عمتا ولكن قدرت انها تقف قدام كل ده حتى بانتهى ونتفرج طبعا على منتهى من ذوق الإمكانات الخاصة ولكن رسمة برضو ابتسامة على وجههم قانعة راضية اعتقد يعني الدولة بتتفرج معنا وكل أصحاب الخير وكل منظمات المجتمع المدني بتتفرج معنا اعتقد فيه مساعدة ان شاء الله هتوصل للستة كريمة للي تحتاجه خلينا نروح لقصة تانية كلها كفاح برضو وشغل من الحجة أيمن سعد الكفيف اللي ظهر له فيديو ثواني وهو بيشتغل فيه أعمال البناء القصية عشان هو مش عايز يقعد في البيت وحابب يكسب من عرق جبينه زي ما بنقول نزل ومع طفل عشان يساعده ويكون هو عينه اللي بيشوف فيها الفيديو احنا بنعرضه لحضراتكم وحنا بنتكلم معاكم بيدي مثل طبعا لي قبل كل الشباب اللي مش عايزين يشتغلوا او اللي بيتكاسل في الشغل بتاعه او اللي ما بيشغلش ضميره أثناء الشغل ان قد ايه عنده كل الحاجات اللي ممكن تخليه يقعد في البيت عنده كل الأسباب اللي تخليه ينستنى أي مساعدة تجيله ولكن هو بيحب الشغل وبيحب الاكتحاد وبيحب ان هو ينزل ويشتغل ويكتهد اشتغل وتعبه ونزله وشافه ويضع يعمل ايه وطفل كمان اللي بيساعده يعني نمازج محترمة جدا صراحة نموزاجين مهمين جدا للأيدي اللي شغالة سواء من سيدات مصر جدعان او سواء من الرجال اللي عندهم برضو او من زل الامكانات الخاصة ولكن بيكافح وبينزل وبيشتغل دايما بنقول يد الدولة معاهم مع كل اللي بنعرضه وتحديدا كمان في صباح الورد وتحديدا كمان وزارة التضامن الصراحة دايما بتبقى موجودة معنا في كل حاجة انا بناشد وزارة التضامن بسرعة الاستجابة معانا في الحالتين احنا معانا اعتقد الحاجة ايمن يا حاجة ايمن صباح الورد عليك صباح الخير طب من عليك الاول حاجة ايمن الحمد لله انا رايح الشغل اواتي في الزمالة نازل بادر رايح الشغل انا في العربية ايه اللي خلقت الشغل يا حاجة ايمن ما تقعد في البيت وممكن اي حد يساعدك وخلاص الله عليك الله عليك انت بتديني مسل اعلى اشتغل عليه ان ما ينفعش اعود يوم في البيت لازم نشتغل تشتغل ايه حاجة ايمن النهاردة رايح اسحب معجون في الزمالة اه يمشتغل في اعمال البناء اه لا بمشتغل في المعمار النهاردة عندي اه 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 احسحب معجون في حوال اه بتسحب معجون دايما نمليجي نجيب اي من الرجالة بتوعنا اللي بيساعدونا في اعمال البناء بنقعد نبقى في حساسية قوي المعجون هنا زيادة شوية المعجون هنا ناقص شوية الحس ده انت بتعمله ازاي حاجة ايمن بعمله فيديو معايا يا ابني وطبعا زي الشغل المشكل انت حضرتك شوفت على الفيديو عند حضرتك اه زي الشغل والتكسير وابنك بقى تعلم منك الكفاح اكيد وانه لازم ينزل ويشتغل بتقول له ايه هو كفاية النموذج اللي شايفه يعني بقول له الله لو ما اشتغلتش مشتغلكم اه لو ما اشتغلتش مشتغل لك الحاجة اللي من التكسير اه انت رايح الزمالك عندك شغل انت من القاهرة يا حاجة ايمن انا في الجيزة حضرتك انت من الجيزة اه ومقيم في الجيزة عندك يا ابناء قد ايه ومعايا سيد في الجيزة حاليا ومعايا ابن مراتي ومعايا الشيف ومعايا ادهم ومعايا يسرة ومعايا مصطفى الله يرحم ربنا يخلهم لك يا رب انا اعتقد ان قبل شغلك في عمال البناء انت كنت تشتغل حاجة اخرى كنت سواء سواء اه وكان معايا رخصة دولة وكان معاك رخصة دولة كمان اه الله عليك حاجة ايمن الله عليك وهدفدل تشتغل يعني يا مشا لو عملت شوية فلوس اقدر امن بها الولاد خلاص انا بس بها لهم خلاص لا حد من ربنا الموتني وياخد اجل وانا ربنا اديك الصحة وطولة العمر لا طبعا انا بديك الصحة وطولة العمر انت حاجة اتشرف حاجة ايمن والله ولازم كلنا ان يتشرف فيك وكلنا بفرحانين ان هم دول المصريين خليك معايا كده حاجة ايمن ان اعتقد عندنا استجابة سريعة هو من وزارة التضامن ومعانا صدقنا العزيز دكتور محمد العقبي المستشار الاعلامي لوزارة التضامن والمتحدث الاسم باسم الوزارة يا دكتور محمد صباح الورد صباح الورد يا سيد احمد تحيات لحضرتك وللسادة المشاهدين والحاجة ايمن والحاجة كريمة وكل النمازج شفت الجمال يا دكتور شفت الجمال الستات المصريين ورجالتنا نمازج مشرفة يعني بتعلي قيمة العمل وبتقول لكل المصريين ان احنا لازم نشتغل مهما كانت الظروف ولازم نبقى يعني متواجدين في ميادين العمل مهما كانت ظروفنا نمزجين يحترموا رغم كل الظروف اللي حركوا لتها يمتلكوا الاعضار ولكن بالفعل هم نزلوا واقتحموا مجالات العمل وتغلبوا على ظروفهم واحنا كوزارة في الحكومة المصرية يعني يسعدنا ان احنا نكون تحت امرهم وان احنا نجسر لهم حياتهم ونسهل لهم حياتهم وخصوصا ان الاسرتين اللي حضرتك عرضت يعني من يعولهم الاثنين فيهم اشخاص لو اعاقة سواء بنت اي حاجة كريمة او الحاجة ايمن في وضعه الحالي فيمكن احنا كمان زميلة في الوزارة تواصله معاه وهنا تواصل معاه اكتر وعايز اقول له حركة وصد احمد يمكن من اكتر الحاجات اللي لافتة للانتباه مش بس هذه النمازج ولكن تفاعل المجتمع المصري بشكل عام مع هذه النمازج وتقديم الاحترام الشديد لهذه النمازج بيدفع كمان الحكومة انها تهتم بيهم وانها تقدم لهم يد العون واحنا ان شاء الله يعني تحت امرهم سواء انهم يستفيدوا من برامج الدعم النقدي المتاحة في الوزارة او انهم يستفيدوا من البرامج الخاصة بالتمكين الاقتصادي يعني حاجة للحاجة كريمة قد تكون اه انها محتاجة مشروع او اه الحاجة ايمن انه ممكن يكون محتاجة مشروع نقدر نساعد من خلال برامج الدعم النقدي هيشرفون هنا يعني ان شاء الله كده كده هنتواصل معاهم وشرفوا زمائلنا في البرامج المختلفة واوعدت قريبا جدا واوعدهم هم كمان ان هم هيجدوا يعني يد العوني ممدودة لارض التضامن انا انا مدأك من ده يا دكتور محمد ولكن من الشخصيات اللي شفتها وانا بعرضها مع حضرتك الشخصيات دي مش هتبطل الشخصيات دي ممكن تكون محتاجة فيها كل الاجراءات اللي اتيسر الحياة ولكن هم مش عايزين يقعدوا في البيت وعايزين ياخدوا فلوس وخلاص سواء الحل ستة كريمة او سواء الحج ايمن احنا بالتأكيد احنا يعني حتى من يحصل على الدعم النقدي ما بيكونش الهدف منه ان يقعد في البيت وبيبقى الحد الادنى اللي خليه يبدأ ينطلق البحثا عن العمل علشان كده احنا في الوزارة التضامن الاجتماعي وتحديدا في برامج الدعم النقدي الان بتحول من الدعم للانتاج من الحماية للتمكين احنا بنقول للناس ان ده الحد الادنى ليبمن لك جزء من الامور الاساسية علشان تقدر تشتغل وتقدر تنتج لانه مستحيل اي برنامج دعم نقدي في العالم كله مش في مصر بس يخرج الاسرة من خط الفقر لا يخرج الانسان من خط الفقر الا العمل وبالتالي احنا بنؤهل الناس طول الوقت للعمل بنساعد الناس على انها تدور على شغلة على انها تحصل على شغل الناس اعمل يعني انا خلاص ان شاء الله انا واسق مليون في المية ان الستة كريمة والحاجة ايمن خلاص داخل وزارة التضامن يبقى حياتهم هتختلف ان شاء الله الفترة اللي جاية كل الشكر للصديق العزيز دكتور محمد العقبي المستشار الاعلامي لوزارة التضامن اولا على سرعة الاستجابة في ثانية ده ما قلت لحضراتكم من قبل معرف وزارة تضامن توصلت معنا وشافت الحالتين ومش بس في الحالتين دي صراحة اي حالة نبعثها لوزارة تضامن بتستجيب معهم متأكد كمان من دور منازمات المجتمع المدني كلها وكل الجامعات الموجودة الجامعات الخيرية الموجودة هتمد اديها كمان للحاجة الستة كريمة والحاجة ايمن ده اللي انا متأكد منه ان شاء الله هما دول مصريين وممكن دكتور محمد في كلامه قال ده تعاطف المصريين مش بس في ان هو بيحترمهم ولكن في المساعدة ليهم وبنشوف الناس اللي ساعدت الستة كريمة انها تجيب العربية وانها تكمل لها فلوسها كلهم مشكورين الصراحة وده دورنا احنا هنا كصباح الورد كل الحالات اللي بتظهر بالشكل ده بيحاول تكون موجودة معانا في صباح الورد بشكر كمان رئيس تحريرنا الصراحة وكل فريق التحرير ان هما بيجيب لنا الشغل ده انا بسعيد به جدا ان انا بنحاول ان احنا بنحس ان احنا بنعمل دورنا كاعلام خلينا نروح نشوف مع بعض الوقت اصعار السلع والعملات والدهب النهاردة ونرجع نكمل مع بعض مرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والدعاية بقى هتبدأ تشتغل ايه اخبارها مجلس الشيوخ نفسه في ارهان كبير عليه وعلى دوره خلال الفترة اللي جاية من تاريخ مصر ان شاء الله هيكون لي اختصاصات اكيد وهيكون لي سشارات اكيد وادوار مهمة هنعرف كل تفاصيلها من ضفنا المحامي بالنقد والادارية العليا ونقيب محامي جنوب الاليوبية تساز مجدي حافظ صباح الورد يا فن صباح بخير يا اوصل الحافظ جاهزين لمجلس الشيوخ ان شاء الله جاهزين طب نفاهم الناس الاول ليه في اه تواجد اعلامي وليه في انتخابات او مجلس الشيوخ اهميته ايه يعني الناس مش ممكن ان تكون مش عارفة يعني اسمح لي الاول يعني ندعو بالشفاء لمصابين الامس في الحادث المروع صحيح وان شاء الله ربنا يعافيهم باذن الله مجلس الشيوخ استمرارا واستحقاق انتخابي جديد يرسخ دعائم دولة جمهورية نصر العرب والحقيقة طريقة الانتخاب قبل ما نخوض في اختصاصاته طريقة الانتخاب في هذه المرة طريقة جديدة يترتب عليها اصحاب الوجاهة الاجتماعية تترجع اصحاب المال السياسي يترجع اصحاب الطلبات الخاصة يترجع اذا نحن مقدمون على تجربة حقيقية تجربة يراد منها تقدمة وتوطئة لمجلس النواب القادم اللي حيدخل او حيترشح الى مجلس الشيوخ عليه ان يعين ويفهم ويقدر حجم المسئولية الملقاة على عاتقه لانها جاءت بتعديل الدستور في 2019 ثم بقرار السيد رئيس الجمهورية وقرار بقانون باجراء انتخابات مجلس الشيوخ فلا عصبية قبلية ولا عصبية عائلية ولا ان تبقى فينا النيابة جديك النايب انا ابقى نايب هذا الامر وفقا لطريقة توريس في النيابة انتهت نعم طب انا عايز اروح الاختصاط ليه في الاول عشان نفهم بعد كده بقى اللي حقيقة قلته ما حقيقة قلت لي المال السياسي هيبتعد اصحاب النفوس المريدة للاستخدام المال او السلطة او استخدام الواجهة كل دول هيبتعدوا ما انا عايز اعرف في الاقتصاط اللي خليهم يبتعدوا وهارب طبعا من الحقيقة الشروط اقتصاطه هتبقى ايه اقتصاطه ايه اول اقتصاص ورد في الدستور وفي القانون الخاص بتنظيم مجلس الشيوخ توسيد دعائم الديمقراطية في جمهورية مصر العربي صحيح توسيد دعائم الديمقراطية في جمهورية مصر العربي بوجود الغرفة الثانية البرلمان بصدد تمام اذا على كل من يدخل الى مجلس الشيوخ ان يعي هذا الامر انت لك اختصاصات هذه الاختصاصات سلسل مجلس سيعين من قبل السيد رئيس الجمهورية اذا الامر جدي وليس هباء منصورا عليك ان تدرس كيفية توسيد دعائم الديمقراطية في جمهورية مصر العربي والديمقراطية اعتقد بحسب فهمي وبحسب رؤيتي وبحسب التقديمة التي تقوم بها الدولة ليست الديمقراطية السياسية فقط ولكن الديمقراطية في كافة الوحدات الادارية في كافة الوزارات في كافة الهيئات كيفية تداول الامر كيفية طرح الاراء دون تجريح ودون تطاول حتى يسمع كل مننا للاخر هذه هي الديمقراطية باعتبارها هي قاطرة كل الامم وهي قاطرة كل الدول تخذها من طريق الى طريق اخر واعتقد ان ارسأها وترسيقها الامر اصبح مهيئ فعليه ان يكتهدوا في هذا الامر هم 300 عضو سياد الرئيس هيعين 100 عضو نعم والمئة التانيين اعتقد هينزلوا فردي ومئة قوائم انا فاهم صح قوائم حزبية تتقسم بقى ازاي قوائم لان العدد الدخصر لان الوقت اعتقد قبل ما نقول التلتمية في عشرة في المية على الاقل من النساء على الاقل من التلتمية انت شفت فقرة ستة كريمة اكيد فداعم للمرأة المصرية وانا معايك على فكرة هي شريكة المجتمع صحيح هي الام هي الاخت هي المرأة العاملة طبعا هي لبينة اساسية في الاسرة اذا حينما فتح لها الساد الرئيس الباب لتثبت جدارتها واعتقد ان لدينا نساء قادرات وحضرتك قدمت لنا مثل قبل ما ندخل مباشرة على انها قادرة وقد تفعل ما لا يفعله الرجال اذا هذا الحمل وهذه الثقة المطلقة من معايلي وفخامة رئيس الجمهورية في المرأة المصرية اعتقد ان لها محل صحيح واعتقد كمان المجلس الجاني ان شاء الله المجلس المقاب يبقى 25% قوطة بتاعتهم ولكن الشباب هنا مالوش قوطة صحي جدا لا مالوش ليه بقى لان سن الترشح 35 سنة لا يقل عن 35 سنة لا يقل عن 35 سنة في يوم التقدم يعني هو بعد 35 سنة يقول الشباب ما شف انت لا هذا بداية الشباب لعني هي الغرض من مجلس الشيوخ صحيح ان يأتي بخبراتي ان يأتي بحكمته وليس بحماسه نعم الحماس ومطلوب طبعا ولكن ان يأتي بخبراتي ان يأتي باستطاعته دراسة الامور لان باقي اختصاصات مجلس الشيوخ اذا ما تلوناها من الدستور هستأذن حضرتك طبعا توسيد دعائم الديمقراطية دعم السلام الاجتماعي والمقاومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعمق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته هذا الامر يستدعي من كل من يصبه الحظ والتوفيق للالتحاق بمجلس الشيوخ ان يبزل قصارى جهده في هذه الامور الاساسية الامر الذي يدعو الى التذكرة انت عضو في مجلس الشيوخ عليك بدراسة الظواهر الاجتماعية او الاقتصادية على الاقل على الاقل في دائرتك الانتخابية ثم ترفع بها الامر لتغيير اشياء لم تكن في مجتمعنا لو تسمح لي مش هينفع على دائرته الانتخابية بس لو انا فاهم اقتصاد مجلس الشيوخ صح هو هينائش قضايا كبيرة جدا هيكون هو غرفة مشورة واستشارية لقضايا كثيرة جدا فمش هينفع بس زي مجلس النواب لدائرته بس انا فاهم صح اعتقد لازم يكون فاهم القضايا كلها صدرت علي قبل ان انطلت اتفضل الامر على اعتبار ان دائرته شريحة من بيت جمهورية مصر العراض تمام بعض الظواهر الاجتماعية قد تبدأ ثم تنسل الى بقية القرى او المدن او الاحيان اذا اذا ما رأينا ظاهرة اجتماعية سلبية لا تتفق مع قيمنا ولا تتفق مع مبادئنا ولا تتفق مع دياناتنا اللي احنا ننتمي وننتسب اليها ونعتنقها واجب عليه ان يرفع هذا الامر بعد دراسته دراسة متعمقة قفوا هنا ادركوا هذا الامر لانه سترتب عليه اما انحراف شباب او انحراف بعض قيم المجتمع والامثلة كثيرة ولا داعي للتعرض له يعني اللي بيحصل على وسائل التواصل الاجتماعي اعتقد حضرتك وكافة المشاهدين معاصرين هذا الامر لو لا تدخل النائب العام ولو لا تدخل بعض الجهات الرقبية ما كان ضبط هؤلاء وما كانوا عرضوا اللي كانوا بيعرضوه على وسائل التواصل هل هذه الظاهرة لم تكن في حسبان ورقابة بعض النيابيين بيرفع بها الامر الى الجهات المختصة اكيد كان شافع كنا تدركناها من الاول فيبقى عليه ان يدرس كافة الظاهر حتى الظاهر الاقتصادية تحويل بعض المناطق الى مناطق تجارية لا ايه في ذلك ان لم تفلح هذه المنطقة ان تكونها زراعية او صناعية ما نلعب ان تتحول الى منطقة تجارية حتى في بعض المناطق وفي تحت الاشراف ودرايا من الدولة يعني اللي هم نشوفه من تجاوزات وشايف طبعا حاجة نسبة الاشغالات طبعا بقضايا كبيرة اشغال عليها الدولة الفترة اللي جاي بس انا فهمتوا من كلم حضرتك ان النائب لمجلس الشيوخ في الدايرة بتاعته اللي اعتقد الدايرة هتبقى محافظة الدايرة مش هتبقى دايرة اتغيرة يعني لو لا قضايا مجتمعية معينة يرفعها ازاي فاند من مجلس الشيوخ يعني تنابل ازاي عليه ان يقوم بدراسة دراسة متعمقة في اسباب هذا الامر وما الذي ادى اليه حتى تكون الدراسة اصيلة ورصينة وليس مجرد رأي شخصي في حادث عرضي ولكن نتكلم عن ظاهرة اي هذه الظاهرة اصبحت هي النمط السائد في المنطقة او ستكون نمطا سائدا علينا ان نتدركها ما المانع ان يقوم بدراسات هيبقى فيه اطباء فيه مهندسين فيه محامين فيه مستشارين فيه رجال شرطة سابقين او رجال قضاء سابقين عليهم بدراسة هذه الظاهرة وما يعرض عليهم من قانون الموازنة كما جاء في نص القانون 141 القاص بمجلس الشيوخ اذا عليهم من الان اذا تقدم الى الترشح اذا وافقه الشعب او اذا وافقته الجمعية الناخبين وانتقب ان يقرأ جيدا ويطلع جيدا على قانون الموازنة العامة والحساب الختامي حتى يستطيع مناقشة من يقدم اليه من بيانات اما ان ينطلق الى الموافقة المطلقة هذا امر اعتقد ان السيد الرئيس الجمهورية يرفضه والمعنيين بالامر يرفضوا ناقشني حتى ولو نصل الى نتيجة جيدة لان في النهاية المناقشة هنا فانتم تبقى ايه زي مجلس النواب في جلسات عامة ولا من خلال لجان داخلية برضو زي مجلس النواب ايا كان الامر ايا كان الامر والمبدأ ان تكون هناك مناقشة حيح وان تكون مجادلة ومجادلة بالحسنة بالضبط ومجادلة بالحسنة نصل الى نتيجة اذا رأيت ان هناك افراطا وتفريط في الانفاق في بعض الاماكن علي ان ارفع يدي وعلي ان اضق جرس انذار واشير الى ان الانفاق في هذا المكان تجاوز الحد او ان هذا الانفاق لان هذه موازن الدولة موازن الدولة وغيرها مما يُعرض عليهم اذا تكون الدراسة متعمقة متأنية بالخمسة وثلاثين اللي هي بداية سن الشباب متعمقة بلا حماسة ما اقولش ان انا كان جدي نائب زي ما قدمنا يبقى انا لازم ابقاناك ما هي دي اعتقد في الشروط يعني حقيقة قلتلي دلوقتي من ضمن الشروط نمر واحد انه ما قيلش عن خمسة وثلاثين اعتقد من ضمن الشروط كمان يكون حاصل على مؤهل عالي او ما يعادل المؤهل العالي واعتقد ان دي الهيئة الوطنية لازم تحطي لها تعريف قبل ما ندخل في مسألة التعود مالذي يعادل المؤهل العالي هل شهادة حصل علي امن الخارج هل دراسة حرة في الجامعات المفتوحة هل الحصول على معهد فني ثم دراسة متخصصة في احد المعاهد او الحصول على دبلومة في احد المعاهد الحرة تعادل المؤهل العالي هذا الامر القانون اغمطه حقه ولم يوضحه على الهيئة الوطنية ان توضح هذا الامر على الاقل المترشحي عند استقبال بقى كل مترشح انبارح لحد مرحل 169 مرشح تم الترشحهم هل ده تم بول ورقهم خلاص يعني مواكده خلاص الهيئة اعتقدت فرزت ورقهم ودخله ولا ممكن يرفض احد من المرشحين بعد غلق باب الترشيل هيغلق يوم السابت ان شاء الله يعني ده قبول مبدئي نعم تراجع هذه الاوراق وربما يقدم طعن من اقرة على احد المتقدمين او يتراجع حزب عن احد المترشحين وان هذا حقه يجوز له ان يعلن في خلال 48 ساعة ابدال احد الملشحين باخر او استبعاده وهذا امر مطلق ايه تاني يا فندي من ضمن الشروط يعني ايه تاني من الشروط ان يكون متمتعا بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية يعني ان يكون سبق الحكم عليه ان يكون ممنوعا ان يكون ضابطا في الخدمة او عضو هيئة قضائية في الخدمة او احد رجال القوات المسلحة في الخدمة عليه ان يقدم استقالاته للجهة ويشفع بهذه المستندات الا يكون عضوا في مجلس النواب الا يكون وزيرا او محافظا وفقا للشروط الواردة الا يكون عضوا حاليا انما لو هو عضو صابق في مجلس النواب لا عضو صابق بقى مش عضو حالي لو سابق مش عضو حالي لا ايه يقدر يخش من حقه اه اه طب لو اترشح لمجلس النواب قبل كده ولم يصبه التوفيق ممكن يترشح مجلس يجيب عادة حق مطلق اه اه ولكن يعني في مسألة اختيار رئيس الجمهورية للمية اشير اليها الا يكون من بين من تقدم ولم يحالفه التوفيق اه يعني انا تقدم ولم يحالفني التوفيق سواء في القائمة او فاردي لا يجلس لفخامة رئيس الجمهورية ان يعيني باعتبار ان الشعب رفضوا فهذا يعني مش هنقول قيده ولكن ده ترصيخ لمبأة دمقراطية ان مقاله الشعب واختاره الشعب صحيح هو يقيد السادر اسمه طيب لو حد من مجلس انه بلوقتي قدم استقالته وينفع يترشح اشك اشك اصت غلط احنا في الدورة الاخيرة احنا في الدورة الانقادة الاخيرة انما هو لو مستقيل يجب اشك انه قدم استقالته ومش اشك انه اترشح اشك انه قدم استقالته طيب هكوش اكمل تاني في الاقتصاصات في موضوعات كبيرة بقى للدولة في مثلا معهدات بيتم الاتفاق عليها مزكرات تفاهم مع دول اخرى هل دي ترجع لمجلس الشيوخ بقى تعرض نعم تعرض على مجلس الشيوخ علشان كده قلنا الدراسة المتعمقة المتأنية وعندك فرصة ومساحة خلاف مجلس النواب طيب يعني الصورة الذهنية اللي عند الشعب وعند اغلب المصريين انه قضوا مجلس الشورى او مجلس النواب او مجلس الشيوخ يعني الحالي بالاسم الجديد انت ما عملتش طريق انت ما عملتلناش المستشفى دي مش وظيفة نائب خدمة ما يسمى بنائب الخدمة هذه الخدمات شأنها للجهات التنفيذية صحيح وليس للجهات التشريعية او الرقابة دي ثقافة مجد بي يعني ثقافة شعب قبلت ثقافة نائب احنا بقى في البداية هنا احنا نرعى المقاومات الاساسية للمجتمع علينا علشان كده تقال مؤهل عالي يعني عفوا قصة خمسين في المية كذا وخمسين في المية كذا هذا الامر تغير علينا ان ننهض بانفسنا حتى لو كانت هذه الفكرة السائدة عند جمهور الناخبين علينا ان نسع جاهدين مع النواب بتغيير هذه الفكرة رأس في الطريق او الميا او الكهرباء دي امر يخص الدولة ويخص الجهات الادارية التنفيذية في المحافظة مش دور عضو مجلس المواب مش دور عضو مجلس الشيوخ حالش عليه ان يراق عليه ان يعزز طلبات الجمهور عليه ان يرفع هذه ولكن ليس عليه السعي لتحقيقها هذا امر يخرج عن قدراته ولكن عليه ان يمارس دوره الرقابة عليه ان يمارس دوره التشريعي هذا الامر على ان يكون مجهزا نفسيا وبدنيا وفنيا في معرفة كيفية سن القانون معرفة كيفية صياغة القانون هذا امر مفترض في عضو مجلس النواب او في عضو مجلس الشيوخ اللي انا متصوري ان هذه الفكرة بتقسيم الدوائر الانتخابية محك رئيسي لمجلس النواب القادر ازاي يا فندم او تصوري انا الدوائر الانتخابية احنا عندنا العضو على المحافظة صحيح طيب والاحزاب انتخاب الاحزاب عشان دي عليها علامة كبيرة جدا اربع قائم اعتقد نعم اربع دوائر اربع دوائر عليها علامة فريقة ليه احنا في مصر عندنا ما بنتخبش احزاب الى فترة قريبة احنا ننتخب اشخاص اصلا انا عارفوا اصله من عيلتي اصله من كذا انا داخل المرة انتخب قائمة حزب صحيح هل الاسماء هتدرج لا هقول قائمة حزب كذا قائمة حزب كذا قائمة حزب كذا انتخذ القائمة على بعضها نعم واحتياطيهم كمان اذا انا هنتخب افكار لحزب واجب على هذا الحزب المتقدم باشخاصه ان يرسخ لافكاره ومبادئه عند الجمهور ان يعرضها حتى نعلم كيفية الاختيار انا هختار الوفد انا هختار مستقبل وطن اي حزب اي ان كان الاسم يعني لازم اكون عارف افكاره السياسية الاجتماعية فكره الاقتصادي متوافق مع ما نحن مقبلون عليه ولا فكره الاقتصادي في مكان اخر كيفية معالجة القضايا الاجتماعية يبقى انا عايز انتخذ بفكت المنطقة دي فيها لغط لسبب دايما بنقول ايه وتحديدا من بعد 25 يناير احزاب دورها على الارض مش موجود كمواطنين شايفين الدور على الارض دي هالخدمة الحياة قلتها فانا مش شايف الحزب الحزب الفلاني ما عمل ليش المدرسة الفلانية وما عمل ليش رأس في الطرق الفلاني فانا مش شايف الحزب بتواجده صحيح هنتخبه ازايش جيل حاك قلت الحد قريبا ما كلاش من انتخب احزاب هنغير الصورة دي ازاي لازم نكتخد لازم نتعب يعني الامر مرحلين نعم يعني حضرتك اثرت ان بعد يناير الاحزاب كده والاحزاب ملهاش يعني في اليابان بعد الحرب انشأ حوالي ربعمية حزب ما يزيد عن ربعمية حزب احنا برضو ظهرت عندنا احزاب بعد الثورة ظهرت احزاب كتيرة جدا عندنا وقد تكون احزاب ورقية او كارتونية زي ما البعض بيقول وقد تكون فعلا احزاب تريد العمل وتريد الوصول الى الناخب ما يقلقني انا شخصيا او باعتباري من المهتمين الى حد ما بالعمل السياسي بعد ان ده يخص بلدنا ويخص مستقبل ولدنا كيفية اخراج الناخب الى صندوق الانتخاب هي دي قافة انتخاباتنا كيفية اخراج الناخب فعلشان كده التجربة التجربة الى حد ما رشيدة او نعم عليها بعض الملاحظات لان انه عمل بشري فاكيد هيبقى فيه قصور فيه في شيء وميزة في شيء اوه ان الانتخاب مش في دايرتي بس مش في دايرة الاسم بتاعي انا على مستوى المحافظة اوه انا حبز الجاهد ازاي حتى لو كنت ضمن ايمان هتحرك انا والايمان اللي معايا الستة او العشرة حسب الدايرة بتاعتي هنتحرك فيه كل واحد ازاي هنقدم من فينا يرشد الناس لافكار الحزب وليست افكارنا الشخصية وليست الوجهة الاجتماعية حتى ولو كان اصغرنا سنا حتى ولو كان اقلنا شهرة ولكن انا باعرض فكرة حزب ولا اعرض افكاري الشخصية قيمة الاحزاب اللي هلتم لا انا عفوا يعني اضيف انا اسف لمقاطعتك يعني علشان كده في نص هنا جديد الحقيقة وانا احترمته جدا هذا النص ان انا ودخلت فردي ما ينفعش انضمن حزب ولو انتخبت على اناني من ضمن حزب لا يا جزلي ان ارجع فردي بعد الانتخاب اصلاك مستقل يعني الواحد اذا دخلت مستقل ودخلت من حزب استقل عن الحزب وابق انا مستقل الواحد هذا امر محظور ليه الحقيقة انا اقدر هذا الامر بما اني اعتنقت اسباب افكار الحزب وواصلته في العمل وطريقته في العمل وفي الاداء ودخلت من ضمن الكول اللي داقل انا حنتخب قائمة مش مهم فيها احمد فيها مجدي فيها غيرنا مش دال انا حنتخب افكار هذا الحزب ما ينفعش استقل عنه وامشي ولا كان هيبقى فكري شخصي اللي حاجبت حزب منك يبقى ده بقى كده ده تنطع انا دخلت الحزب عشان انجح وبعد كده سبته ومشيت او العكس بالعكس كأن الحزب يراهن على اللي داقل على مقعد فردي باعتباره له شعبية او له سابق خبرات فالحزب يستفيد منه فردي ثم ينضم هذا امر وفقا لنص القانون محظور على المرشحين عليهم ان ينتبهوا الى ذلك طيب انا دلوقتي عندي اربع دوائر هينزل فيهم قوائم افرد دايلة ننزل فيها قائمة واحدة ايه اللي يحصل؟ هذا الامر حقه خلاص حقه نعم مفيش من النصوص او اللوائح او القوانين او الاجراءات اليمنى لا ليس هناك ما يمنى لان الامر مطلق وربما بعض الاحزاب قد لا تجد لديها من المرشحين ان تدخد بقائمة واقائمة احتياطية بزاية العدد لو قلنا عشرة في الدايرة دي يبقى عشرة اصليين في القائمة وعشرة احتياطيين لهم عشان لو حد جالوا عارض يطلع بزاية الترتيب اللي عندهم طب ده هيجيب عشرة وعشرة او خمسة وثلاثين وخمسة وثلاثين لو حزب ما وصلش الى هذا الامر وما استطاعش تحقيق ده يبقى ينطبق عليه انه حزب كارتوني او ورقي وليس حزبا فعليا طيب خلينا نروح للنقطة مهمة جدا الناس بتتصور لكبال على مجلس الشيوخ عمتا ضعيف في المرحلة الانتخابية دور مين هنا بقى دور الاعلام ولا دور القوائم نفسها ولا دور الهيئة دور مين الدور دور للجميع للجميع ولكن جماعة الناخبين الى الجمعية اللي هتروح تنتخب لازالت اسيرة فكرة خدوا روح انتخب عشان كده قلنا المال السياسي حينحسر عن هذا الامر والمغامرين السياسيين حيرجعوا تاجه حيتراجعوا خطوات كتيرة للخلق على الاحزاب وعلى المتقدمين بس لكل الجهد لترسيخ فكرة وتأييد فكرة ان انا اخرج انتخب ان هذا حقي علشان كده النص قال كل اللي بلغ 18 سنة لقوا الحق في الانتخاب المشكلة اللي بنشوفها الدائمة في لجان الانتخاب تجد 63 وتجد 65 كل ما العدد بيقل كل ما السن قد تكون لعدم ثقة في بعض المرشحين تكون رافض لفكرة الانتخاب في حد ذاتها او مش مقتنع بالمرشحين علشان كده قلنا لازم هذا الامر يتغير لازم الفكرة تتغير الاعلام له دور المرشحين لهم دور الاحزاب لها دور والاحزاب لا تعمل على الاعلام الاحزاب تعمل على الارض كل ما اشتغل على الارض الناس قربت منه يقدر يطلع الناخب للسندوق يعرف قوته الحقيقية وقابول الناس ليه او رفده قابول الناس ليه افكاره او رفده من ضمن الناس اللي مش هتروح اصوات بتقول ان ليه التكلفة دي على الدولة واعمل مجلس شيوخ تاني وفيه موظفين تاني وحاجات تقليه نرد عنهم نقولهم ايه لا نقولهم الله سامحكم هذا ترسيخ للديمقراطية وغرفتي المجلسين النواب وشيوخ ده من 1923 يعني ايه الداعي لعدم موجودها ولو المعلومة عندي صحيحة كمان كان فيه كثير من موظفي مجلس الشورى القديم راحوا لمجلس النواب وهم هيرجعوا تاني كده كده موظفتهم موجودة فانا فيش ميزانية هتضاف علي وفي التشكيل حد من وزارة المالية ومن الجهاز المركزي لضبطها الامور نعم له ميزانية خاصة ولكن انا انفق من اجل الاصلاح وليس انفق لان انا معايا فلوس كتير ورايح اصرفها على السادة النواب ده كلام مش مصبوط كلام غير حقيقي وانا علشان اكلف واورسخ قواعد الديمقراطية مش هتكلف الديمقراطية مكلفة والنهوط بالدولة مكلف علينا جميعا ان نتحمل ليس مش عيب ان الدولة وهي بتنهض ان انا اعمل غرفة لمجلس الشيوخ وعليهم ان يقوموا بعملهم خصوصا ان المكفاءات محددة على ان تكون كذا او كذا وليست بالمبالغ ما فيش كلام ده خلص زمان حتى من اخر مجلس نوع ما فيش المبالغ والشياء اللي بتحصل دي طب اخيرا لو هستغل خبرة حضرتك معايا وعايزك توجه رسالة للشعب المواصل تقوله يا عم مجلس الشيوخ توجهه بايه؟ اقول له ابي اخي استاذي زميلي ابني عليك ان تمارس حقق الدستوري في الانتخاب لا تتأثر بالصوت العالي لا تتأثر بكثرة الاعلانات اعلم انك ترمي بسهم فيك من كنانة الوطن اعلم انك تساعد على بناء الوطن السلحية انا عايز اوجه رسالة للمية اللي حيختارهم السادة الرئيسة الجمهورية ايه بقى؟ هؤلاء المية اللي حيبقى من بينهم على الاقل عشرة في المية نساء انت اختيار رئيس الجمهورية اذا اذا وثق فيك السيد رئيس الجمهورية عليك ان تعي وتدرك انك رقبت وانك اجريت عليك اختبارات لصدقك ولامنتك عليك ان تقوم بهذه الامانة ان تكون قاطرة لزملائك في المجلس تأقذ بيدهم حتى اذا صادفت احدهم من اصحاب الهمم المثبطة احدهم من اصحاب الهمم الراكدة عليك ان تنفخ فيه نار الوطن ليقوم بمهمه المية اللي حيختارهم السادة رئيس الجمهورية عليهم ان يعوه انهم ممثلين للدولة باختيار رئيس الجمهورية فلا يخذوه او يرجعوه او ينحرفوا عن جدة الطريق لانكم اذا لم تصيبوا اذا لم تصيبوا في المجلس اعتقد اعتقد حق عليكم جزاء من الوطن وليس من مخامة رئيس الجمهورية ونقيب محامي جنوب اليوبية نورت صباح الورد ودائما من نستفيد منك ومن اراءك ودائما موجود معنا شكرا لك فانت خلصنا فاقتنا الاولى لسا عندنا فاقرات اخرى فابكوا معنا نروح مع حضركم بقى التاني فاقراتنا الموجودة معنا النهاردة من فترة والدولة المصرية بتفكر بشكل مختلف في شكل عصري ومتطور ذاكي بنا سباقين بخطوة ويمكن ده واضح فيه ببرامج كتير لتأهيل القيادات الشابة وتأهيل الشباب عمتا تأهيل كمان موظفي الجهاز الاداري اللي بدأ من فترة برعاية وزارة التقطيط ولسه مستمرة عاوزين نيعرف وصل لايه وحقق ايه وايه تطوراته خطته للفترة اللي جاية وفقا طبعا للسلسجية الدولة عشرين ثلاثين منعرف الستوديو الاستاذة جهان متولي مدير برنامج اعادة تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الاداري للدولة بجامعة اسلاسكا والاستاذة الطالبة بالماجستير استاذة نيرفين ابو بكر اهلا بك من وراء النهاردة صباح الورد عليك صباح الورد على حضرتك فكر الدولة اختلف شوية كان دايما نقول الشباب ما عندهمش فرصة للتمكين في وظائف مختلفة وكنا دايما بيقول ما احنا مش مؤهلين حتى كنت بقعد طبق ده على نفسي عشان اشتغل في قناة معينة او في مؤسسة معينة ما لسه مش مؤهل فطبيعي مش هتمكن الدولة اشتغلت من ثلاثة رئيس من الفين واربعتاشر انها تأهل الشباب وانها تدربهم تحديدا وزارة التخطيط عملت برنامج بقى برنامج ده ايه فكرته وبدأ ازاي تمام اه هي الفكرة زي حدريك مقالت انها ابتدت من الفين واربعتاشر وكانت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بان اعادة تأهيل الشباب والكوادر الحكومية في الوزارات خاصة ان الكوادر دي كلها هتبقى صف تاني يعني قد ان الوزارات او اي وزير محتاج صف تحته يساعده اوكي تحته او جنبه يعني مستشارين او تحته الاثنين الاثنين تمام فقبل ما يوصل انه يبقى صف تاني لا احنا نأهله من الاول بحيث ان بدل ما كنا بنجيب مستشارين من برا وبياخدوا مبالغ مهولة وفي نفس الوقت هو عارف انه جاي سنتين ثلاثة فترة بسيطة فما بيحاولش يعلم اللي تحته حاجة فكانت هو ده الفكر بتاع سواء الرئاسة او سواء وزارة التخطيط او سواء حتى جامعة اسليسك عندنا ان ليه ما نأهلش الشباب وبدل الفلوس دي ما تدفع برا لا تدفع جوه الوزارات يعني ونخليهم هم كمستشارين ونعيد الفكر او نحول الفكر من فكر قطاع الاعمال القطاع العام نخليه لفكر قطاع الاعمال قطاع الخاص او قطاع الاعمال قطاع الاعمال هاروح للمحصول مجد المحصول يعني ده العائد من المجسير او البرنامج اللي تم باسليسكا نيرفين رحت ليه او هو فكرت ليه انك عايز تتوري من ادائك او تشتركي في البرنامج ده زي ما حالتك عارفة احنا دولة شباب اتجاه الدولة دلوقتي منساعد ما سيادة الرئيس مسك ان هو يطور في الشباب احنا ما ينفعش ان احنا نفضل في اماكننا شغل حكومي شغل روتيني زي ما حضرتك عارف فعش ان احنا نفضل في اماكننا ما بنعملش حاجة غير الشغل اليومي اللي شغال على طول ما فيش اي تطوير فطبعا لازم الواحد يشتغل على نفسه لو ما فيش اي فرصة تانية يبدأ يدور على فرص جي طبعا ترشيحات جي طبعا خطاب من وزارة التخطيط ان في ماجستير هيتعمل طبعا انت بتعمل يا نرفين اصلا في احد موسطة الدولة ايوة انا بشتغل في تمثيل التجاري وزارة التجارة والصناعة فما جاءت المخاطبة من وزارة التخطيط بتعرض من كل الوزارات انها هتقدم انتقدم ترشيحات بالضبط قدمت وطبعا تم ترشيحي من شغلي تمثيل التجاري يعني انت شطرة اصلا طبعا قمنا باختبارات طبعا قامت بيها جامعة اسليسكا مشكورة يعني عدة مراحل بداية من لغة انجليزية طبعا كان فيه شروط تانية للتقديم طبعا مش اي حد قدر يقدم يعني لغة انجليزية في انتروفيوز قمنا بيها وطبعا الحمد لله تم الاختيار وفي مراحل تصفية قام بيها طبعا موصلنا الحمد لله لمرحلة الماجستير طبعا طبعا جهان شايفة المحصول ده ازاي المحصول بتاعنا اختلف يعني شايفة فيه نطج في الكلام فاهمة بتاعمل ايه عايزة تطور هي ممكن تبذيها ايه سوري ايه موظفة حكومة موجودة وخلاص مش عايزة تطور ملندقة وهي بتشتغل كده كده ومتعينة في الحكومة ومتعينة في الدولة مش محتاجة حاجة شفتيهم ازاي بعد نيرفين يعني او طبعا كل الطالوات الموجودة لا شفنا تغير رهيب يعني عايزة اقولك الكيرف مش عايزة اقول طبعا من الزيرو بس يعني الكيرف اختلف جامد قوي اوكي في يعني في عدة اشياء اول حاجة وانا يعني بديين فعلا بالفضل البرنامج ده انه عامل ترابط ما بين الوزارات وبعضيها وما بين الوزارات والمحافظات احنا على فكرة بناخد احنا المنحة بس خليني يعني اديك فكرة سريع عنها اوكي ان هي ابتدت بي من اليو ان دي بي مع وزارة التعاون الدولي مع وزارة التخطيط معها كان جامعة اسليسكا فاتفقوا على ان طب نجربها الاول على وزارات قطاع الاعمال 8 وزارات فقط عشان الوقت مش هنقول اسماء هم فرش وزارات قطاع الاعمال اخدنا الاول 150 وكانت اللي بتمول المنحة دي الو ان دي بي المية وخمسين محطوط شروط ان احنا بياخدوا المرحلة الاولى وبنسميها مرحلة التحدي اربع شهور بيدرسوا اربع مواد بلاس لغة انجليزية مكسفة زائد سكيلز وترينج بياخدوه وبعدين بنختار منهم 90 فقط هما اللي بيكملوا المرحلة التانية تدريب المهارات دي لكل واحد في طواية عمله؟ لا الاول ازاجان ولكن اما بيتطلب منهم بروجيكت يعملوه اي دكتور بيتطلب انا انا متخصص بقى في الحاجة اللي هو اعمل لا هو بياخد بقى ايه بيقسمهم جروبس من كل الوزارات هاي فسعيدها بيبقى وزارة التجارة والصناعة مع وزارة التعليم مع وزارة التضامن مع وزارة التموين كل دول بيبقى خمسة ستة مثلا من كل الوزارات بيعملهم في جروب واحد للبروجيكت واحد بالزبط فكل واحد بيحط الاكسيبيريانس بتاعته او الخبرة بتاعته وبتاعت كده زائد الخبرة الشخصية او الخبرة بتاعت شغله فده عمل ترابط رهيب ما بين الوزارات وبعضيها اللي انا بشوفها فاندم من فوق كاعلام فيه تدفر في اداء الحكومة فشايفه في الوزارات انت حاجة عمل ديه تحت كمان ما بين ستة الموظفين كلهم لكل الوزارات بالزبط وما بين المحافظات فما بيجي فيه مشروع معين انا لن انسى فيه طالب اتصل بيه بيشكرني قوي على البرنامج وانه استفاد قدي استفاد منه هديك مثال عملي قال لي هو كان ماسك بدون برضو زي كان ماسك مساعد محافظ محافظة سيادية كبيرة وكان عنده مشاريع بملايين المفروض كانت هنديها برا لفرنسا وانجلت وكده فقال لي انا رفعت السماعة على زميلي اللي معايا في البتاع فيه وزارة الانتاج الحربي قلت له احنا عندنا المشاريع دي واحد اتنين تلات اربعة شوف ايه امكانية ان انتوا ممكن تاخدوها او تنفذوها قال له ديني اسبوع كلمه بعد اسبوع قال له احنا ممكن ننفذ كل المشاريع دي حدد لي قال له حدد لي معاد مع الوزير وهو حدد معاد مع المحافظ كل ده تم في ظرف اسبوع بالزبط كانوا قاعدين مع بعض كانوا بيمضوا كانت وزارة الانتاج الحربي واخد كل المشاريع اللي شايفوا من المثال حاج بتقوليه طلعتوا طاقة الشباب وطلعتوا الفرص اللي جواهم وطلعتوا الخبرات اللي ممكن تبقى جواهم بس محتاجة الدعم طبعا هي تحية ورحمة الله عليه اللي هو على العصار والزبط المحافظة اللي معرفوه يعني انهم استجابوا للفكرة والتواصل والسرعة انت كان عشان حدد هو يخاطب حتى وزارة كده حيبعت لهم جواب رسمي وبعدين عقبال ما يشوفوه البروكراتية بالزبط فكان هياخد وقت كبير فالبرنامج ده قد ايه اثر المسافات واصر الوقت ما بين كده ودمج المشاريع مع بعضيها نيرفين خدت بقى البرنامج وتمام فادك ايه في شغلك؟ طبعا اولا هو على الصعيد الشخصي فاد لي تلنكت شوية طبعا على زمانك في الشغل وطبعا انت بيتي مميزة شوية مش بس اولنك تايم منيجمنط طبعا ان انا ازاي ارتب ما بين بيتي وما بين الدراسة وما بين الشغل بتاعي دي طبعا كانت اكتر حاجة كسبتها العلوم المختلفة يعني انا خرجت جامعة امريكية لندن هندسة العلوم التانية الادارية اللي انا تعلمتها الحوكمة مبادئ الحوكمة ازاي الشفافية ازاي نقدر نتعامل مع الجمهور سواء في خدمات ازاي نخلي الجمهور يطلع على اللي احنا بنعمله ده لي حق علينا ان هو يعرف احنا بنعمل ايه ده كله هيفيدني في شغلي ازاي احط استراتيجية ازاي عامل بلان في شغلي ازاي اقدر اطور في فكرة تكاملية عامة في الشغل بالضبط ادارة ازامات زي ما دكتور جيهان بتقول الفكرة تبقى متكاملة تطلع ازاي احنا بنفتقل للتكامل زي محضرتك عارف قبل كده كانت ممكن تطلع شرعية رسف وتمام وبعد كانت جيه انكسر فيه علشان نتيني نعمل مصورة مية او مصورة غاز او واتيفر دلوقتي لأ ان انا ممكن اطلع فكرة مع زميل وزميلة من كذا وزارة وقدر اعمل تكامل علشان الفكرة تطلع تفيدني في وزارة التجارة وصناعة هل تبين لده ولا في نوع من انواع الاحباط بالتامة برضو؟ لا لا طبعا دلوقتي مع اتجاه الدولة ما بقاش حد بيقول للشباب لا بيسمعوا للشباب بيبقى فعلا او عايزين نعمل ايه؟ لو عندك وزيرة رائعة صراحة احنا الوزيرة بتاعتنا رائعة والوكيل بتاعنا راجل محترم جدا احنا دلوقتي عشان انا تمثيل تجاري بندور ازاي طبعا نزود من صدراتنا اي افكار جديدة ان احنا ندخل بيها طبعا افريقيا اكتر ان احنا نقدر يعني نسوق لنفسنا كوزارة اكتر فيه افكار كتيرة جدا بنقدر نعرضها وطبعا فيه افكار طبعا بتترفض لان احنا برضو لسه محتاجين هل لي بالك انا رفي ممكن يكون رؤيتك مش الرؤية الشاملة الموجودة اللي قدر ينفذ او لا بالضبط احنا صف تاني بس برضو نفتقل الخبرة اللي هي بتاعت الصف الاول ما نقدرش نتخططهم هو انت تموحاتك ايه؟ عشان هسأل انت مؤهلة ده او لا ان شاء الله بقى وزيرة في ملقية تبقى وزيرة ان شاء الله مؤهلة بقى الدفعات اللي بتخرج ان هما يتولوا مناصب يعني شوفنا مثلا شباب PLP او شوفنا شباب يتخرجوا من الاكنانية الوطنية للتدريب والتأهيل مشروعات عظيمة وشوفنا بقى منهم نواب محافظين وشوفنا منهم نواب لستادة الوزراء وشوفنا منهم مستشارين لستادة الوزراء بقى مؤهلين البرنامج ده بيقاهل فعلا نيرفين وامثال نيرفين انهم ممكن يبقى وزراء او ممكن يبقى وستادة محافظين بس نيرفين قالت حاجة حضرتك يعني هي قالتها كده بسرعة بس انا احب لان دي انا شفتها لان انا الحمدلله من الاسطاف اللي بيعمل انترفيو للدفعات كلها فانا شفت كوادر وشباب انا عمري ما كنت اتخيل طول عمري بشتعل في القطاع الخاص فعمري ما كنت اتخيل ان الحكومة فيها الامكانيات دي يعني هي قالت ايه نيرفين اقيد لك انا خريجت الجامعة الامريكية لندن هو طبعا بطبيعة ان باباها كان سفير برا وكده ولكن انا فجأت ان زي نيرفين في كتير جدا جدا بيشتعلوا جوه الحكومة كان مكانهم الطبيعي او تصورنا زي تصور حضرتك ان هم شغالين في كتير الخاص بالزمن فتخيل حضرتك اما يكون شباب متعلم اصلا يعني كل الجيل اللي داخل الحكومة مش هو الجيل بتاع زمان اللي كان معايا سوري يعني اذا كان ابتدائية او اعدادية او اللي معايا اقولك شاهده او كده لا الجيل اللي داخل دلوقت بيشتعل في الحكومة جيل متعلم كويس جدا جيل يعني جامعات وان كان مرضو مدرش ممكن دور الاجيال القديمة في الخبرات يا طبعا انا بتكلم احنا بنكلم على القادم على اللي جاي طبعا فاما انت تاخد بقى الجيل ده اللي متعلم اصلا كويس مكيق وعنده برضو يعني جزء من الثقافة من المعرفة من التكنولوجيا انه بيعرف ازاي يتعامل مع احنا اليوم اما حصل موضوع كورونا وقلبنا زوم الطلبة كلها شغالة اونلاين دلوقت كل طلبة الحكومة مش هقولك طلبة احنا طبعا يعني جوا اسليسك في عندنا طالبت لواحد وعشرين مليون طالب يمتحنوا اونلاين والجامعات نفس الكلام بالزبط لا احنا كجامعة خاصة احنا عندنا مثلا سبع تلاف طالب كلهم طبعا ام بي اي وكده لا كلهم بيشتغلوا ماسترز في شركات ملتيناشنال كلهم فلما يبقى زي يعني بتوع الحكومة زيهم زيهم بيدريسو زيهم نفس الدكتورز نفس المواد وكله بالتكنولوجيا الجديدة ديت ونلاقيهم كلهم متجاوبين وكلهم كده ده شيء يعني يعني مستغرب شمال مجوف اداء الحكومة كده في التعاون مع ازمة كورونا وفي اداء متطور وفي استراتيجية دولة وفي عشرين تلات مع المطبخ تحت فيه شغلة هو بقى كده يعني ماستغربش من ده انا هقول لحضرتك يعني خليني بس اقول بقى حتة يستحقها رئيس الجامعة عندنا لان هو مقدم منحة تمانها فوق الستة وسبعين مليون جنيه للحكومة مساهمة منه برضو دكتور علي الميليجي والرؤساء الجامعة ودكتورة نادية العارف مساهمة منهم في تطوير الجهاز الحكومي وعشر دفعات انا قدها هنخرج 1500 موظف معهم ماجستير ادارة اعمال دولي غير ان اللي ما بيحلفوش الحظ انه يكمل جوه المنحة بيطلب انه عايز يكمل على حسابه والجامعة بارته سليسكا بتديله 50% خصم فانا بدل ما كنت متفقى مع الحكومة ان انا هخرجلك 1500 موظف انا دلوقتي هنخرج ان شاء الله فوق 3000 موظف معهم ماجستير ادارة اعمال دولي ومنها الجامعة تروح مقدمة المنحة بالرقم اللي حاجة قلتيه هو رئيس الجامعة عندنا كان بيشتغل في القطاع العام اه تمام يعني هو كان بيشتغل في القودة وبيشتغل كان مستشار وزير التجارة والصناعة ومستشار وزير كذا وزارة يعني وكان رئيس هيئة اعداد القادة فهو لانه كان في المطبخ وشاف المؤهلات عايز يتطور ويرفع من الاداء لان اه قالك الناس دي لو اخدت نفس التدريب اللي بيتاخد برا هتبقى زيهم بالظبط فعشان كده هو حتى تبرع بل يعني هو الاول جاب اليون دي بي كافي الاول هم على فكرة غطوا 150 او يعني دورة واحدة وخلاص ومشوا اه هو اللي كامل بقيت المنحة اللي بيتضر لا لا وزارة التخطيب حطت دورة تانية بمتين موظف بالكامل كده من ايمانها برضو بالشباب وبتطويرهم وبعد كده كان خلاص فجي بقى رئيس الجامعة مداخل قال لا احنا مش هنقف ولسه عنده خطط كتير قدام للحكومة برضو وللدولة وللتطوير وكده احنا عندنا كمان حابة بس اقول حاجة ان احنا كجامعة كأندرجراجيت احنا نعتبر يعني نمر واحد الاول فرع الجامعة اوروبية هتكون في مصر احنا اخدنا دفعة السنة اللي فاتت وعندنا تخصصات مش موجودة في اي حتة زي برضو بناء على تعليمات الرئيس سيات الرئيس عندنا الكمباتيتيف انتليجنس ده مش موجود زكاء الاصطناعي عندنا الترانسوفرميشن برضو التكنولوجي او الديجيتال ترانسوفرميشن بناء على برضو عندنا السبورت منيجمنت ده مش موجود في اي جامعة ورقم يشغل عليه الدولة كلها هيتعمل عليه برامج جوه الجامعة لا هتبقى كمان يعني تخصص يعني هو هيتخرج من الجامعة كمان الدراسة عندنا ثلاث سنين ودي مش موجودة زي اوروبا بالزبط مش موجودة كده وحيدخل يقدم خمس سنين متخرج معه ماجستير معندناش حاجة اسمه يتخرج او اخلا في الموضوع على التخصصات الجديدة اللي احنا محتاجينها فعلا بالزبط طب نرفينا معادي مع زميلك حصلت نوع من انواع الغيرة الحميدة ان هو عايزين بقزيك فعايزين ياخدوا نفس انواع التدريبات دي عايزين نطوروا من ادائهم ولا لا لان دي هاخدها بسادة اللي بقى الشباب اللي بيستمعنا احنا طول الوقت بغيرة يعني احنا حميدة قلت حميدة انا عاينت اقول لخضرتك ان انسايد الكمبيتشن اللي احنا فيها جوة الجامعة واحنا بنعمل ماجستير ان احنا بنتصفة واوتسايد طبعا الناس لما شاف التطوير طبعا وان فيه امل ان انا امسك لان طبعا دلوقتي يجب ان تبقى مؤهل ان انت علشان تمسك قائد او تبقى في اي مكان بالبرامج الكتيرة للدولة بتقدمها دلوقتي لازم تبقى بمستوى معين من التأهيل فطبعا كله دلوقتي بدأ يبص أو أقدم إزاي منتظر الترشيح الجاي منتظر أنه يقدم فطبعا آه خطوة كويسة جدا والناس بدأت تسأل المواد اللي بتغديها إيه اللي بتعمل استفدت إيه الجديد عنك وطبعا شايفين في الفكر اتغير كتير بالضبط بالضبط وتفكيري اتغير كتير حتى عن الدراسة برا مصر احتكاك هنا قضايا بلدي والدراسة هنا يعني بعد تأهيلك وإمكانياتك اللي موجودة لوقت سواء العلمية أو العملية ما تستفري برا تشغلي برا وضيع ده كله برا بلدي لا ده ده سير مجدي يعقوب جاهنا إنه لا يدرس برا أو ياخد كل ما هو إمكانيات مدفرة في الدولة ويطلع بها البر كان عندي المشانس دي من زمان أن أنا أفضل برا بحكم شغل والدي ملحق إداري برا أن أنا أفضل برا لكن ليه طب ما أنا أطور في بلدي وعمل لو عندي حاجة أعملها أقدمها في بلدي اللي بتديني يعني بلدي وفرت لي الدولة مع جامعة إسلاسكا منحة بيأخدها ناس في المالتي ناشنال كامبينيز بألوف يعني بفلوس كتيرة جدا يعني من غير ولا مالين يعني من غير أي حاجة أنا بأخد منحة مجرد بإني اشتغلت وإني بذاكر وإني بعمل أبحاث من غيره ما بتابع على السوشيال ميديا نيرفين كده بأكلم شاب بأك بأشوف لسه فيه أنواع كده من الشاب لسه محبط شوية مش عارف يبدأ منين حاسن الدولة لسه مدتلوش اللي هو عايزه كنتك ده حدادة حديدا كمان بأشوفه وهرجالك في القصة دي في مؤتمرات الشباب مع أول دورة وثاني دورة اشمعنا دول بقوا ألف بقوا ألفين بقوا ثلاثة طب اشمعنا دول بيروحوا بدأوا يقتنعوا بدأوا يبينفسهم يبون موجودين في ده لسه في بعض الشباب محبط حاسن الدولة مش وقفة جنبه تقول لهم ايه أقول لهم بص دايما لنص كباية المليان ما تبصش لنص كباية الفاضي دايما خلي أملك في ربنا كبير ودايما خلي عندك أمل يعني تفائلوا بالخير تجدوه فعلا الكلام ده مش طالع كده لا دايما خلي عندك خل مش عارف أبدأ من ايه ابدأ دور الانترنت مفتوح المواقع دلوقتي كلها موجودة موقع الـ PLP ده موقع أونلاين سلاسكا أونلاين وزارة التخطيط أونلاين كل حاجات دي احنا عرفناها منين بقى ما طالعا على الفيسبوك قعد على سيرش على المواقع المختلفة احنا ما فيش حاجة جات لنا في قدينا تلينا تفضلوا احنا بنسيرش احنا بنشتغل عن نفسنا قام لازم تتب عشان تاخد ما فيش حاجة هجي لك لغاية عندك لازم تتب شفت ده في مدورات الشباب أنا عارف الحاجة حضرت أحد دوراته وشفت أكيد الشباب المشارك شفت اللي اللي متكلم فيه ده أنا هعقب على كلام نرميل لأن فعلا أنا حضرت المرتين المؤتمر بتاع الشباب وكنت بسعى أن أنا تعرف على الشباب وعد أسألهم انتو جيتوا ازاي لأن كنت بفاجئ مثلا كلما تعرف على واحدة أوه انت منين اللي تقولي أنا من محافظة بورسعيد ولقيها مع واحدة تانية تابونتي وأنا من محافظة الفيوم قلهم إيش لم الشامي على المغرب إيش جاب الفيوم للبتاع طب انتو جيتوا ازاي قبل إحنا سمعنا ودخلنا قدمنا أونلاين تمام وما كناش نتخيل إن حيجلنا وفجئنا إن جلنا وعد أسألهم طب استفدتوا إيه طب كده وتقالي أول حاجة إن احنا تعرفنا على شباب تانية أوكي ما كناش نتخيل كده وشفنا فكري تاني وشفنا ثقافات تانية وشفنا كده فدي حاجة كويسة الحاجة التانية إن برضو إحنا كنا الأول وزارة التخطيط بتابعت المنحة بتبقى ازايش بتابعت للوزارات تقريبا 34 وزارة رشحوا من الموظفين كل عايزينهم يخوشون منك 28 محافظة كل وزارة أو كل محافظة تترشح لنا عشرة أوكي فبردو علشان نتلاشى حتة إن حد يقولك إيه أنا معرفتش إن في دورة زي دي أنا معرفتش إن في مجستير زي دوت إيش مهنة زمائل يرحوا هناك وزارة التخطيط عملت دلوقتي موقع وعملت تقديم أونلاين يعني أي حد في أي إحنا لسه إحنا أخذنا تقريبا لغاية دلوقتي سبعة دفعات تمام هنقول من منحة إسليسك أخذنا خمسة لسه فاضل خمس مجموعات فجي طبعا موضوع الكورونا ده بس قلنا شوية بس إن شاء الله يعني على شهر تسعة ناخد الدفعة السبتة فلسه فاضل عندهم خمس أو أربع مجموعات يقدروا يخشوا على الموقع الأونلاين بتاع وزارة التخطيط ويقدم فما فيش حاجة اسمها كيو زي ما نيرفين قالك كل حاجة موجودة دلوقتي قلالين أنت أسعى مهم الحاجة مش هجيلي وأنا قاعد عشان أسأل عن الاستمرارية مع حضرتك لازم أعرف هل بيتقدم مثلا شكل من أشكال التقارير عن المنتج الرائع اللي بيطلع من عند حضرتك لوزارة التخطيط من عايز أطمع في الوزارة صراحة أو تستمر في المنح دي أو تستمر في الدعم ده هل بتقدم مثلا من تقارير أن الدفعات اللي خارجنا عندنا مؤهلة بالشكل الفلاني فاستمروا في ده أنا عايزة أقول لحضرتك أنا بشكر طبعا وزارة التخطيط دكتور هالة سعيد لأن هي متابعانا من أول دفع وبتعمل ميتنجز معانا على طول كجمعة وكل دفع جديدة بتدخل بتعمل أوريانتيشن بنفسها بتيجي وتعمل لهم أوريانتيشنز معانا وأي حد مكتبها مفتوح وفيه طبعا سطاف تحتها على طول على التواصل أي نتائج في أي دفعة بتتبعت لها رسمي النتائج فيها برضو كل شوية صراحة بتبعت لنا ابعتولي الأسماء بالأي جي بدر كده علشان تمكين الشباب يعني هي بتسعى جامد قوي بتقابل للوزراء في الاجتماع بتاعمل بتتكلم مع الوزراء بتقول لهم بتتكلم عليهم أوكي بتبعت لهم أسماءهم بتليفوناتهم اللي هما وصلولوه بحيث أن هما برضو يستفيدوا منهم فهي متابعانا وزارة التقتيط يعني على أعلى يا رب الاسينارية دايما وزارة التعليم العالي طبعا كمان مدعمانا هو الوزراء صراحة عندنا كل سيدة الوزراء سواء من السيدات أو من الرجال ملتفتحين قوي وداعمين قوي للشباب وبيكلموا بعض طول الوقت وعايزين يطورهم للأداء يعني مش عادة سيكون أسامي محدد إن أنا شرفت أنا تعاملت مع معظمهم لا متطورين جدا ومن ضمنهم طبعا دكتور هلت سعيد أنا ليه يا عتاب بس كنت لسه بتكلم قبل ما ندخل لحضرتك لأ أنا بتكلم مع نرفين أوكي قبل ما نخشي لك يعني على طول إن أنا بأعتب على الشباب إنه قاعد دلوقتي لا بيقرأ ولا بيسمع ولا بيتفرق يعني كله طبعا قاعد على الموبايل أوكي دلوقتي على الفيسبوك أو بتاع بقى كل دلوقتي معلوماته بياخدها بس فقط من الفيسبوك كده وقاعد ينتقل طب إنت شفت الإنجازات اللي بتحصل إيه طب إنت كده أنا دخل على مية صفحة دلوقتي طول النهار بتجيلي الإنجازات اللي بتحصل في مصر كلها طب إنت شفت إيه اللي بيحسن إنت ليه قاعد بتنتقد وانت هنا طب ما تدور طب ما تعرف طب ما تقرأ طب ما تشوف اتحرك اشتغل معهم انزل شوف النمازج دي خليها مثل أعلى لي بالزبط مش هتتوقف عن حاجة ولا إحنا نتوقف عن حوار معك ودائما تكون موجودين معنا كده إن شاء الله أستاذة جهان إسماعيل أحمد متولي مدير برنامج قاعد تأهيل القناة الشابة بالجهاز الإداري للدولة بجامعة إسليسكا نورتي صباح الورد مع الوزيرة القادمة إن شاء الله أستاذة يا نربين أبو بكر نورتي صباح الورد كل توفيق لك بإذن الله شكرا لحضرات شكرا خلصنا حلقتنا النهاردة نرجع لكم يوم السبت إن شاء الله مع زميلة العزيزة مهبا شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة